كل من لم يلتزم بتعريفة الركوب المحددة ستحرر له محاضر أمن دولة جنحة أمن دولة ماذا تعني؟ تعني من وجهة نظر الحكومة أنها عازمة على التصدي بكل قوة ورسال رسالة لعموم الشعب المصري أن هذه المرة مختلفة وأنها ستكون شديدة للبأس ضد هؤلاء المخالفين هذه الرسالة المباشرة لكن يفترض السؤال الذي يليها إجرائيا ماذا يعني؟ الفرق بين جنحة عادية وجنحة أمن دولة محكمة أمن الدولة سريعة الإجراءات يعني ما بتخدش إجراءات دورة إجراءات كل القضايا أمن الدولة الضمان الفارق الرئيسي فيه هو الوقت والسرعة في الحكم فبالتالي أمر مختلف كما تعلم في مصر دايما بيتهل أنه الأضايا بتوعه السنوات بس محاكم أمن الدولة بتندر قضايا التمس أمن الدولة ما هي قضايا دي من أمن الدولة؟ تعبير مطاط يشمل كل ما تستطيع أن تضعه من وجهة نظري القضايا المعيشية الخاصة بالناس هي أهم شيء بالنسبة أهم من إرهاب عندما يقوم لص أو تاجر جشع بسرقة الناس أو استغلال ظروفهم هذا أخطر على المجتمع من الإرهاب الإرهاب على الأقل أنت تعرفه تعرف أنه عدوك وأنه واضح أما الرجل الآخر أو النموذج الآخر الذي يسرق قوة الناس ويتاجر في أعلامهم فهذا أخطر بكثير ما هي أليات ضبط السوق برأيك يا رسول زامان؟ طبعا ما تعلنها الحكومة شيء بس المهم مش أنه ما تعلنها من إجراءات المهم ما يتم على أرض الواقع صعبة جدا للأسف الشديد الدولة تقول كل يوم أننا سنحارب بالجشع لكن آلية تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع ما زالت ضعيف بمعنى الحكومة تحركت تحركة جيدا للموضوعية خلال الأيام الماضية وأعلنت على المجموعة كبيرة جدا من إجراءات وعملت تسعيرها وخصوصا فيما تعلق به تلقلات المواصلات الداخلية القدرة على ضبط هذا الأمر ما زالت ضعيفة لسبب بسيط أن آلياتها صعبة ما الذي يقوم بتطبيق هذه المنظومة على الأرض الواقع هو أمين الشرطة أو مفتش التموين إذا لم تضمن أن يقوم هزان الشخصان أو هزان المنصبان بدورهم على أكمل ودي فبالتالي أنت قد تكون في بعض المرات في حاجة إلى من يراقبهم بشخصية هذه المعضلة مصر حصل فيه مشكلة كبيرة جدا في المحليات لفترة طويلة جدا من الزمن آليات المرقبة والمحاسبة ضعفت مع الأسباب المتعددة ليس هذا مجالها بحيث أنه صار المواطن المصري فريسة لأي تاجر جاشح في كل المرات التي تزيد فيها الأسعار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر